نتابع الآن على أي اتحال في التقرير الذي كنا تبعناه قبل قليل فيما يتعلق بالجزائر وقيام الجزائر بمكافحة الإرهاب والكشف عن أربع خلايا بفبراير شباط خلايا تجنيد إرهابية أعود إلى ضيفي عبر أقمار الصناعية من العاصمة الجزائر دكتور أحمد ميزاب خبير الأمني والاستراتيجي أمل بأن الصوت أفضل الآن تابع حديثك لو سمحت فيما يتعلق بجهود الجزائر والمشكلة الأساسية كما وصفت بحديثك بأنه بحديقة الجزائر تفضل صحيح نعم باعتبار أنه نحن نتحدث على الحديقة الخلفية للجزائر وهي المتعلقة بالفضاء الإقليمي الذي يشهد معطيات أمنية جد معقدة نحن الآن نتحدث في ظل تواجد ما يسمى بالمقاتلين العائدين من بؤر التوتر من منطقة الشرق الأوسط نحو المنطقة الأرقام ربما قد تكون مخيفة لكن ليس مبالغا فيها باعتبار أننا الآن نتحدث على قرابة الـ 12 ألف مقاتل عائد بالمنطقة من بينهم قرابة 9 ألاف موجودين بليبيا ما بين من يخضعون لعملية تكوين أو تدريب وآخرون تم إدماجهم في بعض الخلايا النشطة وآخرون انتشروا في منطقة الساحل إلى غاية نيجيريا فبالتالي نحن نتحدث على خارطة انتشار جديدة للتنظيمات الإرهابية التي سوف تحاول بتكثيف الضغط أو كذلك بتكثيف نشطاتها في المنطقة في هذه الفترة وهذا ما يدفع بالمقاربة الأمنية الجزائرية أن تتخذ جملة من الإجراءات الاحترازية وكذلك القيام بعمليات استباقية تستند من خلالها على قوة المعلومة الأمنية التي تشكل الحلقة القوية في معادلة محاربة الإرهاب وكذلك في إطار كذلك الحفاظ على مستوى كبير من اليقظة الأمنية والجاهزية العملياتية وهي التي تبرر أولا الحصيلة المحققة خلال الشهرين في شهر جنفي وكذلك شهر فبراير باعتبار أن جل العمليات الأمنية في هذه الفترة الأخيرة مركزة بشكل كبير جدا في الناحية الشرقية للبلاد أو ما يسمى بيئة الحدود الشرقية باعتبار أن هناك تسجيل عودة نشاط أو تحركات تستوجب بيئة التحرك يضاف إلى ذلك المثلث الحدودي الذي يعتبر منطقة دقيقة وحساسة جدا أو ما تسمى استلاحا بمثلث سيلفادور وهو المثلث الحدودي الجزائر النيجر ليبيا باعتبار أن هناك قيادات من الصف الأول التي تتمركز في تلك المنطقة وهناك كذلك تسجيل تحركات لتلك الجماعات ولتلك كذلك التنظيمات في إطار الاندماج في إطار خلايا جديد بالتالي كل هذا يستوجب من السلطات الجزائرية بأن تكثف حركاتها وأن تكثف كذلك نشاطها وعملياتها الأمنية في سياق تعزيز مقاربة أمن الحدود أول شهرين من هذا العام ما مدى تطرف الخلايا الموجودة في جزائر أعتقد بأن الحصيلة المحققة خلال الشهرين من هذه السنة دلت تدل على أن هناك حراك معين لهذه البقايا باعتبار أن الحصيلة يكفي فقط أن التوقف عند عملية خمشلة وهي منطقة قريبة للحدود الشرقية حينما تم القضاء على ثمن إرهابيين وكذلك القضاء على أربعة بمدينة قرب منها بمائة وعشرين كيلومتر وهي ولاية باتنا وعملية أخرى كانت في ولاية تبسة هؤلاء أولا هم عبارة عن مجموعات مجندة في 2004 إلى غاية 2012 وهم مجموعات تحاول تشكيل فروع جديدة لتبني ما يسمى بتنظيم داعش أو في إطار ما يسمى بجند الخلافة باعتبار أن ما سجل هو التحرك ما بين الحدود الجزائرية والتونسية أنا أشكرك جزيلا من العاصمة الجزائر كنت معنا دكتور أحمد ميزاب الخبيل الأمني والاستراتيجي أشكرك جزيلا من العاصمة الجزائرية والتونسية